لما طلعنا العالمين أنا وزمالي الأفاضل حصل إيه؟ أول حاجة أنت شفتونا ثورنا في الأبراج على سبيل المثال؟ لا ليه؟ لأنه خلاص الناس كلها حفظة أنه في عندنا الأبراج الأيقونية الرائعة وهي أبراج جميلة جدا بالمناسبة جدا أنا واحد من الناس لو ربنا كريمني يعني بقرشينا زيادة هروح أشتري في الأبراج دي بس أنا بحاول أحاول قدر الإمكان عشان أعلم العيال والله العظيم بأتكلم جد والله والله ده كل مخيلتي أي فلوس أحاولش أعايز أعلم بيها العيال حلو؟ طيب لكن في ناس ربنا سبحانه وتعالى كريمهم ملايان أحسن مني كتير يقدروا يشتروا وفي ناس بتشتري كتير لكن أنا اللي كان يهمنا إيه كفريق عمل برنامج لما رحنا العالمين إن إحنا نصور البيوت بتاعة أهلينا محدود الدخل أهلينا الطبقة المتوسطة أهلينا الطبقة المتوسطة الأعلى شوي فهتلقونا لو خدتوا بالكو صورنا أول حاجة محدود الدخل العمرات بتاعة محدود الدخل وتاني حاجة كانت العمرات بتاعة الإسكان المتوسط وبعدين إسكان فوق المتوسط وبعدين في حاجة اسمها فخر وفي حاجة مش عايش اسمها فخر الفخر بقى ليه حاجات زال أبراج الشياكة أوي دي تاني لهذا السبب قلتلك إيه العالمين بتاعة كل الناس دي مش بتاعة الطبقة واحدة دي مدينة معمولة علشان تبقى مدينة يعني أنت تصوراتك إلى أنه السحل الشمالي ده من أول مثلا الكيلو واحد وعشرين بعد العجم وابو ثلاث لحد مطروح أنت شايف أنه كان يبقى صح يبقى كده قرى وبيوت تبقى مهجورة بدءا من شهر تسعة ولا خمستاشرة تسعة لحد شهر ستة اللي بعده أنت شايف أنه ده كان الصح ولا أنها تتحول إلى مدينة مدينة فيها البيوت والمصانع والشركات والمدارس والجامعات حياة مستمرة طب والحياة هنستفيد منها إيه حياة يعني فرص عمل حياة يعني مكانة وشغالة بتطلع فلوس كل يستفيد اللي بيستغلوا بيستفيدوا واللي بيبنوا بيستفيدوا واللي عالهم في المدارس بيستفيدوا واللي بيدرس في المدارس وفي الجامعات هو كمان بيستفيد دي اسمها دورة رأس مال دي تساهم في ايه في حاجة اسمها الناتج القومي الاجمالي كلما زاد عدد فرص كلما زادت عدد فرص العمل زاد ايه الانتاج زاد الانتاج يعني زادت الفلوس الفلوس كده اصبح ناتج قومي اجمالي اكبر ده معناه ان اقتصادك يبقى اكبر